الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف وخلال اجتماعه مع وزير الأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وجه الرئيس السيسي بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حاليا في القضاء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير برامج تدريب الآئمة وتأهيلهم بالنظر إلى دورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير والذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وتوابط الشرع وخلال اجتماع مع وزير الأوقاف لمتابعة جهود الوزارة وتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الآئمة وجه الرئيس السيسي بملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل من جهاته عرض وزير الأوقاف خطة الوزارة للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للآئمة إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفعة المستوى والتي ستقصص لنخبة مختارة من أكثر الآئمة تميزا فضلا عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الآئمة والوعظات أكد النائب العام المستشار حماد الصوي أن التشريعات والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المبرمة بين البلدان لا تكفي وحدها إذا لم يكن هناك دور بارز لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في التصدي لمخاطر وجرائم الهجرة غير الشرعية وأن هذا الدور يتمثل في تبادل التجارب والممارسات المتميزة التي تضمن أفضل سبل التصدي والمكافحة لهذه الجرائم جاء ذلك خلال لقائه بالأعضاء المشاركين بالمنتدى الإقليمي المنعقد بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الذي ينعقد ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة التي ترؤسها النيابة العامة المصرية وأشار النائب العام إلى أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلدان الوطن الإفريقي وكافة بلدان العالم وأن هذه الخبرات المتبادلة هي الأساس في تطوير أنظمتها وآليتها نحو التصدي لشتى صور الجرائم نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم يونجونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تنددها بمسعى كوريا الشمالية لفرض عقوبات إضافية على بيونج يونج وذلك في أعقاب إطلاقها المتكرر للصواريخ وبحسب الوكالة الكورية الشمالية فإن شقيقة كيم أكدت أن مثل هذا الإجراء من صال سيزيد من عدائي وغضب كوريا الشمالية نفى الكريملين وجود مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أوكرانيا من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي في كلمة لمجلس الأمن الدولي أن القصف الروسي لشبكة الكهرباء في بلاده تمثل جريمة ضد الإنسانية بحسب تعبيره مطالبا بمزيد من الدعم لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ومحاسبة روسيا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت وكالة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود 6.25% وهي زيادة الخامسة هذا العام وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة حيث رفعت الوزارة سعر البنزين إلى 2.525 دينار للتر بدلا من 2.400 دينار تونسية يعقد البرلمان اللبناني اليوم جلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويأتي إنعقاد الجلسة البرلمانية في ظل عدم ظهور أي مؤشرات إيجابية على إمكانيات تجاوز العوائق التي شهدتها الجلسات الستة السابقة والتي أدت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل عون الذي انتهت ولياته الرئاسية بنهاية أكتوبر الماضي مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل